حكينا مرة الماضي انه انا بلش تسجيل الله عكريك زي ما حكيت مرة ثانية عشان تسجيل بلش هاي ان شاء الله اخر محاضرة راح تكون اني فيها ان شاء الله مادة الفينال تعويض لمحاضرة مبارح لانه صار معي ظرف ما قدرت مسجل بخصوص مادة الفينال اللي سأل قبل شوي عشان تبين بالتسجيل زي ما اتفقنا مبدئيا راح نحذف شابتر وانو شابتر تو وفي احتمال انو نحذف شابتر ديتا سينس من مادة المنتيار يصفي معاكم فقط جزئية التحويلات فرح يعني نعطيكم التفاصيل هاي ان شاء الله السونس بوسبل لما نكون يعني مية بالمية تأكدت فانت يعني عشان تعرف بالضبط المنتيار راح تدرس عليها افتح وشوف التفاصيل تبعت المادي الداخل معانا في المنتيار اه سري في الفينال اكزام فهناك راح يكون عنا ان شاء الله كل التفاصيل تمام السابت هذا في كوز صح اه اكيد السابت هذا في كوز زي ما قلنا من قبل اه راح يكون في جزء السوفتوير انجينيرينج في الاجزاء اللي اللي داخلي معانا اوكي؟ اه نعطيك العافية الله عافيةكم تمام؟ دكتور عافية هذا اخر كوز تفضلي دكتور بس جزء التحويلات اكيد ما راح ينحذف يعني هو موجود لحد الان بالفاينال اه اه يعني مبدئيا جزء التحويلات هو احتمال الاشي الوحيد اللي يضل من مادة المديار بس يعني نتناقش قاعدين بجزئية انه نشيل الاتاستوريج ولا لا تمام؟ بس عشان يكون عندك اه يعني لست بالاشي الداخل معك الاليرنينج هو الاشي الوفيشل اوكي؟ يعني شو بينزل على الاليرنينج لما يعني ننزل التفاصيل كاملة هذا هو الاشي الملزم فيه تمام؟ اي اسئلة ثانية شباب؟ طيب ما ننسى موضوع الكوز ان شاء الله راح يكون المرة الجاية سب اذن الله راح يكون هذا اخر الكوز عندنا راح نحذف لك اقل اثنين وخلي لك اعلى اربعة تمام؟ نحسب لك ياهم هتطلع لك العلامة من عشرين في مادة الميت تيرم او شري في مادة في علامة من خمسين بصفي معاك الميت تيرم ثلاثين علامة هاي باقي العلامة بصفي خمسين في علامتك النهائية تمام؟ هنفرض علاماتكم تبعت الميت تيرم نازلة وردي على النظام بصفي ان شاء الله بعد ما نخلص من علامات الكوزز راح ننزلكم اياهم على نظام خدمات الطلاب باذن الله طيب اه اوكي خلينا عشان نكسب الوقت دكتور بمسفل السيدات اه هكتوق احتمالهم مسفل السيدات التاسع تشابتر اه 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 اللي شغلين على السيكوريتي احنا حاليا تقصد السيكوريتي اه هو اه مش نازل بارت فقت ما هيك نازل بار طيب إن شاء الله أنا مفروض يعني الدكتورة اللي عملت وتنزله بس مش مشكلة أنا بشوف يعني إذا مش نازل بنزلكم بإذن الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم أحد في عنده أي سؤال أي استفسار على المتيرة اللي قطيناها آخر مرة أخي مرة حكينا عن موضوع الاسبامز ووقفنا عند الاسبامفلتر نكمل إن شاء الله من هنا إذا في حد عنده سؤال على المتيرة القديمة ممكن يسأل الآن خلينا نبلش في عنا قديش خمسة عشر يلا كويسين نصل مئة واربعين ثلاثين ما حاكم في حضور غياب اليوم بس يعني بثناها عشان نفتح مجال للطلاب إنه إذا حد عنده سؤال استفسار يقدري هذول طيب أوكي نكمل عن موضوع الاسبام بيحكي لك فيه كومبانيز بتستخدم موضوع اللي بتبعث سبام أو ميسيجز انوانتد بيبعثوا لك أي جولي عن طريق الإيميلات وممكن يحصلوا معلوماتك أو الإيميل تبعك أنت مثلا لما يجيك إيميل سبام أو إيميل جنك إيميل مزور هذا الإيميل أنت طب على أي أساس عرفوا إيميلك كيف وصلوا لك فيه طريقتين يعني الشركات اللي بتستغل الموضوع للسبام يا إما بتشتري قوائم بالإيميلات من مثلا ناس بتبيع لست بإيميلات يعني مثلا أذول الناس بيكونوا لنفرض مثلا اخترقوا موقع سرقوا إيميلات من عنده مثلا بجمعوا إيميلات من الناس بطرق مثلا مخادعة يعني بطريقة بأخرى بجمعوا إيميلات من الناس قدر الإمكان بحطوهم في لست مثلا بيبيعوا كل مليون إيميل على سين مثال لنفرض بمتين دولار أوكي؟ وتبع لسبام بقول لك بدفع ميتين دولار بجرب عمل عليهم أسباب هذول المليون إذا زبط معي مثلا ألف منهم هيني جبت مصاري واربيحة الزيادة أو شغلة من هاي الطريقة الطريقة الثانية ممكن أنهم يستخدموا سوفتوير زيش بتعمل هاي السوفتوير بتدور على الإنترنت على الإيميلات أنت أوقات مثلا بتنزل ديكومنت على الإنترنت فيها إيميلك مثلا حاط مثلا سي في تبعدك في مكان على الإنترنت هذا مثلا الإيميل عبارة عن معلومة ممكن واحد يقدر يستخرجها من هذا الملف أو مثلا الجامعة تحط مثلا إيميلاتك في مكان معين مثلا قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم تحط أسماك ورقامكم الجامعية وإيميلاتك مثلا هذا مكان ممكن يصل له أي حدا الإنترنت مفتوح للكل يعني المصدرين مختلفين يعني عشان تتعامل مع الكم الكبير زمان كان حجم السبام كثير أكبر من الإشي اللي بتشوفوه حاليا لأنه ما كانت التكنولوجيا متطورة كفائلة حتى تكتشف السبام يعني كانوا دوروا على كلمات معينة إذا كانت موجودة بالإيميل بصنفوه على إنهم سبام وكانوا يخافوا أنهم يصنفوا الإيميلات الحقيقية على إنها سبام وتعمل مشاكل والناس ما تجيهاش إيميلات معينة فكانت أداءها مش كثير بس لما صار فيه AI و Machine Learning وتكنيكس تطورت كثير صار الموضوع جدا مور بروفيشنل فسبام فلتر بتكون موجودة في الإيميل أكاونت تبعك خدمة بتقدر تفعلها وتطفيها طبعا بتفلتر لك الإيميل على إنها سبام ولا مش سبام مين فيكو استخدم جوجل إيميل جيميل توقع غلبكو صح في عندك جزء اللي هو تصنيفات Primary Update والJunk أو السبام صح بالضبط يعني هذا أكزامبل على هذا الموضوع ونفس الإشي عند Outlook نفس الإشي عند Yahoo يعني أغلب مزودين الخدمات بغض موضوع الإسبام أوكي فيه شغلة كمان مرتبطة بموضوع التعرف على شخصيتك هنا قاعدين نحاول نحكي أنه عن موضوع تخفي على الإنترنت وشالات زي هيك كيف أنت ممكن يعني يقدر يميزوك يعني أسا أنت باللحظة الواحدة كم واحد يستخدم الإنترنت ملايين ملايين الناس مئات الملايين تمام فكيف يقدروا يميزوك كل واحد تمام أستحكينا أنه مثلا فيه IP address unique مثلا كل واحد مشترك إنترنت في البيت عنده IP address بميزوه طيب شو بصير لما نروع الجامعة إحنا تمام هل بيعطوا له كل واحد فيكو IP خاص فيه ولا فيه إشي ثاني بصير أحد عنده فكرة لما أنت كل واحد كل واحد فيكو بتصل بالشبكة تبعة الجامعة تمام أول شي مين يحكي لي شو نوع شبكة الجامعة تذكر لما حكينا أنواع الشبكات دابليو لان دابليو لان ايش كانت اختصار لشو وايد لوكال ايري نتورك طوي الوان توقع هاي لا هاي الانترنت يعني أكبر أحجام من شبكات في عنا بيرسونال هوم نتورك في عنا هوم نتورك في عنا لوكال ايري نتورك وفي المان وفي بعد هيك توقع الوايد ايري نتورك ممكن ممكن نطلع على شبكة الجامعة لإلها لوكال ايري نتورك بتجمع كل اليوزر تابعونها في شبكة داخلية خاصة في الجامعة هسا كل واحد فيكو بيتصل ما بيأخذ اي بي مميز على الانترنت بيأخذ اي بي مميز داخل هاي الشبكة تمام شبكة الجامعة العلوم والتكنولوجيا ممكن نفس تركيبة الشبكة هاي تكون في جامعة الليرموك ممكن تكون في جامعة موتة تكون في جامعة جدارة ممكن تكون في يعني اي جامعة بس التوزيع الـ IPs هاي فقط خاص بالشبكة واليوزرز المتصلين فيها يعني الـ يوزرز اللي عاملين مثلا نفرض الـ يرموك عامل شبكة مشابهة لتابعة العلوم كـ local area network الـ IPs بتكون خاصة بالـ يوزرز اللي عندهم الـ IPs اللي عندنا بكون خاصة بالأشياء اللي عندنا تمام فعادي يكون واحد في مثلا في الـ يرموك عنده نفس الـ IP address اللي موجود معك أنت في التكنو لأنك أنت على شبكة وهو شبكة بس ما بصير مثلا اثنين يكونوا عندهم نفس الـ IP address على شبكة الانترنت تمام ما بصير مثلا الـ IP address تبع جامعة اللي يرموك العام اللي متصل على الانترنت يكون نفسه نفس تبع التكنو يعني زي ما بتحكي أنه أنا في عندي رقم برنع شخصي من نفس الوقت هذا الاشي ما بزبق أنا برنع على التكنو مفروض يكون لهم رقم مميز وجماعة الثانيين رقم مميز ما هي الفكرة من الموضوع اللي حاول أوصله أنه لما أنت تتصل بالجامعة عندنا تقريبا 20 ألف 30 ألف طالب بتتصلوا من الجامعة كل ياتكم تندرجوا تحت IP أو 2 أو 3 بتسميهم public IP addresses للجامعة نفسها فأنت لما تتصل بالانترنت كل الطلاب لنفرض بيطلعوا من نفس الـ IP يعني عنوان الجامعة الـ IP address صباحهم كذا كذا كلهم بيطلعوا من نفس الـ IP أوكي؟ مش كل واحد فيكم بيأخذ IP خاص فيه طيب أوكي هسا يعني في situation زي الجامعة يعني كل ياتنا 20 ألف طلعنا من نفس الـ IP كيف دميز أنا بين اليوزرز هذولا باختلافهم بيحكي لك فيه إشي اسمه الكوكي الكوكي هي عبارة عن إشي إضافي بيكون بالمسج تبعتك ده البراوزر المتصفح تبعك بيحافظ على المعلومة هاي بتكون زي رقم مميز يونيك فقط إلك أوكي؟ يعني في العالم كله الكوكي اللي أنت عندك إياها عشان تميزك هاي فقط مميزة وخاصة فيك أنت فإنت لما تستخدم هاي الكوكي وتبعث مسج للفيسبوك بيتطلع على الكوكي بيعرف أنه هذا عبارة عن حساب فلان 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 بالضبط يعني بيعرف مين أنت فهاي الكوكي أوقات مفيدة وسهل حياتنا كثير خاصة بالـ situation زي شرحتها بس في شركات بتستغل استخدام هاي الشغلة بتقدر أو شوش تحاول تعمل بتحاول تتبع تصرفاتك عن طريق موضوع الكوكيز اللي أنت بتجمعه فهي بتحاول إنها تجمع عنك معلومات تحاول تعرف الـ behavior تبعك أنا إذا بقدر أميز كل واحد فيكو بقدر أعرف لما فتح على الموقع تبعي وين دخل إيش شاف إيش عجبه إيش كبس وبقدر أعمل عليك دراسة وصير أسوقك أعطيك أشياء تشتريها أشياء أنا حاس إنها راح تعجبك مثلا كثير موقع زي حكينا عنها من قبل موضوع الـ private فيسبوك أمازون إي بي جوجل كل هاي الموقع بتجمع عنك معلومات قدر الإمكان يعني أنت شو بتدور على جوجل بميزوك عن طريق الكوكي تبعتك وبيقدر يعرفه أنت مين بالضبط وبيقدر يبنو عنك بروفايل كل إيش بتعمله أنت بيخزنوه عنك أنت بحثت بالـ 1900 ومثلا 91 بحثت مثلا بالـ 2003 عن مثلا ABC مثلا بيحفظوها عنك بعدها عملت بحث على شغلة ثانية فكل واحد فيكو إلو بروفايل وإلو يعني يونيك بروفايل هذا بيعبر عنه فالكوكي كان هدفها تسهيل تمييز اليوزرز على الإنترنت عشان نسهل الإتصال فيهم والإتصال بالإنترنت ورد عليهم وكذا فصارت هاي الشغلة تم استغلالها من بعض الشركات عشان تصير تتبعك على أهداف الماركتينج طبعا الكوكي ما تفكر فيها إنها عبارة عن شغلة زي الفيروس يعني مش ممكن إنه الكوكي هاي مثلا ككوكي إنها مثلا تصير تدور بملفاتك على الهاردسك اللي عندك وتسرق الأشياء اللي موجودة عندك أو مثلا إنها ممكن تكون جواتها كود لفيروس وبتشغل هذا الكود وبيخترقك أو شغل زيك لا يعني ما إلى صلاحيات تعمل أي شيء من هذا القبيل فقط تقدر تميزك وفكرة إنك يتم تميزك هذا الإشي بخرق الخصوصية تبعتك تمام أي أسئلة شباب طيب في جانب كمان جدا مهم اسمه social engineering حدا عنده فكرة أي شيء يعني social engineering أنه تستغفل اللي قبالك عشان ممكن تحصل منه معلومات سرية أو تعني إلى ذلك نظبط تستخرج معلومات من طرف قدامك بطرق احتيالية يعني أنا عسي المثال بدي أخذ منك عسي بدي مثلا أسرق مثلا محفظتك تبعت أورنج على أسرق المساري اللي فيها تمام برنا مثلا ببعث لك رسالة مثلا على الفيسبوك بعمل أكاونت إني اسمي أورنج أو بخليك يضيفني مثلا على الفيسبوك وبعمل أكاونت باسم شخص عادي بعدينك بعد فترة بغير الأكاونت لأسم أورنج وبحط صورة أورنج وبحط بوستات من أورنج يعني عشان أبين أنه البروفايل تبعي أو الأكاونت تبعي زي كين وزي كين أورنج وفجأة باجي بحكي لك أنه لقد مثلا حدث اختراق على محفظتك مثلا لغايات تأمين محفظتك يرجع مثلا إرسال الرسالة النصية التي حتصل خلال خمس دقائق تمام فبيجي الهاكر بيكون بيحاول يسجل دخول من محفظتك على تليفونه وبدخل رقم تليفونك بيبعثوا له أسامس هسا الأسامس هاي ما حتصل على تليفون الهاكر لأنه مش رقمه بيصلى على الرقم تبعك فأنت بتخاف أنه بفكر أنه فعليا قاعدين هذول الجماعة بيخترقوا فيه هاي أورنج بيساعدوا فيه خليني أرجع أودي لهم مثلا الكود اللي وصلني بيكون قاعد بيحتال عليك عشان يأخذ منك الكود مجرد ما أخذوا منك بدخلوا على الابليكيشن بيسجل دخول عن طريق الرقم تبعك مع أنه لا إله أكسس على تليفونك ولا إله أكسس على رقم تليفونك فقط خدعك بالحركة هاي وصار إله كنترول على مثلا المحفظة طبعتك وصار يسحب منها فلوس وحاول منها فلوس ويعمل بالدوية فزي ما حكيت زميكم فضلي سأخبرنا هاي الطريقة يا حسنا إنه الحكيتها بشوي هاي توضيحي فكرة أعطي إكزامبل بس ليش طبقوا فيك شغلات اللي رح أجربها لياما أختي أيوه ناوين تروحون تشكلكم ما أقوله هنا لغايات التوضيح والتعليم وليس لغايات الاستخدام السيء هاي اشهدوا يا جماعة طيب فالسوشال انجينيرينج هنا بيحكي لك هي عبارة عن تكنيك بيستخدمها بيستخدم فيها يعني واحد عنده بيعرف في حكي بيعرف في راوغ بيعرف في خدع أوكي عشان يعمل تفاعل معك أوكي والتفاعل هذا هدفه يغريك لأنك تعطي معلومات إضافية أوكي بطريقة أنت متكونش واعي عليها ما بيجي بقولك والله أنا بدي أسرق أكاونتك أعطيني المعلوماتك لا بلتف بيعمل طرق احتيال معينة زي مثلا أفكار النصب اللي بتصير بيحسسك أنه أنت راح تشتري شغله وبالآخر تطلع ولا أنك ولا بيشتري شيء ونصبه عليك واخذ المصاريك تمام فالسوشال انجينيرينج ناس كثير تفكرها أنه لازم يكون في كمبيوتر مع الزلمة هذا اللي بدي يخترقك ولازم يكون هكره وحدا عنده خبرات بالكمبيوتر بطريقة كبيرة أو حدا بيوقف معك بالشارع وبيحتال عليك بطريقة وبأخر لا لا يعني ما تربط موضوع السوشال انجينيرينج أنه هكر عن كمبيوتر بيعمل هاي الشغلات أو أنه مثلا بيوقف معك وبيحتال عليك بطريقة وبأخر بيخليك تعطين معلومات هاي كثير واحد مثلا لما يحكي مع حدا فيس توفيس صعب أنه مثلا أوقات مثلا صعب أنك تستدرج واحد بمعلومات معينة وانت بتتواصل معه بشكل مباشر لأنه تعابير وجهك ردد فعل وردد فعلك كل هاي الشغلات بتأثر على نفسية اللي قدامك فممكن أنه يأخذ موقف أو أنه ما يعجب الحكي أو يشك أو يخاف أو كذا بس الفكرة من السوشال انجينيرين بشكل عام أنه ممكن يصل لك عن طريق مكالمة هاتفية يرن عليك رقم تليفون يجي يحكي لك والله إحنا البنك الفلاني وإحنا رصدنا مثلا دخول على حسابك من مكان غير موثق مثلا وإحنا لازم نوقف الحساب حاليا بس عشان نقدر نوقف الحساب وعشان نمنع اختراقه لازم تعطينا بعض المعلومات الشخصية عشان تأكد أنه هذا أنت فأنت بتخاف على فلوسك ومالك وبتحكي أه لا أكيد شو بتكون معلومات شخصية إيش تاريخ ميلادك إيش رقم تليفونك إيش رقم البنك كود هم ما يعرفوا المعلومات الأصلية أصلا بس بيستردجوك عشان يخذوا منك المعلومات هاي بيجمعهم منك المعلومات بيحكوا لك أوكي تمام إحنا هيك وقفنا الهجم عليك وبتمنى منك إنك تراجعنا في أقرب فرصة أو الشغلة يعني بيحاولوا إنه يلملم الموضوع ويطلع من السلافة أنت بتكون أعطيته كثير معلومات ممكن يستغلها عشان يعمل رئيسة فكل هاي الشغلات تندرج تحت السوشال انجينيرينج وهي عبارة عن سكلز أكثر ما هي تكنيكس يعني بتطبقها عن طريق برامج أو عن طريق مثلا محددات فيس توفيس مهارات حديث تستدرج نازل كثير وشركات كبيرة مثلا أذكر على فترة كان في جيش السوري الإلكتروني أو ناس يسموا بالضبط على فترة صار يستهدف أمريكا بهجمات زي البنتاجون زي زي ناسا زي كذا وما كانوا اختراقاتهم على مستوى أنهم يكتشفوا ثغرات قوية أو يخترقوا الموقع كانت أغلبها سوشال انجينيرينج يعني تواصلوا مع الموقع المسجلين مع ناسا ويحتالوا عليهم بطريقة أو بأخرى ويخلوهم يأخذوا اسم الموقع أو يحولوا لشغل ثاني فكانت سوشال انجينيرينج إليها تأثيرات سلبية يعني أنت مجرد ما أنك تبين زي كنا اخترقت موقع معين الأسهم البورصة أشياء كثيرة بتتأثر طيب السوشال انجينيرينج مش شغلة هيك على الواقف بتصير أو حدا بيطلع زي نسميها بالعامية بيطلع فيها هيك من راسه وخلاص لا بفي شي اسمه بري تيكستينج بيكون عامل سيناريو بيكون مخطط للحوار كيف بالضبط وإذا سألك وإنت رديت بطريقة مختلفة كيف يسألك يعني بيكون مجهز حاله لكل الحكي اللي راح يحكيه وردود فعلك المتوقع وكيف يتفعل معها تمام فهي الشغلة يعني علم قائم بحد ذاته وفي ناس سبيشيلايز بهذا الموضوع فقط بسوشال انجينيرين أي أسئلة بيحكي لك موس سوشال انجينيرينج سكيمز يوز بريتكست يعني يعني يخدعوا الفكتم سبعونهم يعني يكون عندهم مص معين وهذا السيناريو أوقات بيكون بيبين زي كأنه حدا موثوق مثلا حدا جاي من طرف الحكومة حدا جاي من طرف مقدم خدمة أنت مشترك معها حدا جاي من مثلا بنك حدا جاي مثلا من ضريبة يعني شغلات مهنة القبيل وبيحاول يخوفوا الناس يعني أنه راح يصير عليك وانت عرض الخطر وكذا وانت رهن الاعتقال أو شغلات كثيرة زي هيك فهذه الشغلات يعني يعني كثير بيستغلوها السوشال انجنيرز مثلا لما يعملوا هجمات على الناس بيحكي لك وفي حد بيحاول يوصل لأكاونتك وبيطلب منك معلومات إضافية عشان يتأكد أنه هذا أنت فعليا بيخذ مثلا رغم لحساب تبعك مثلا شو آخر عمليتين عملتهم هاي معلومات بتسألك إيها البنك لما تتصل معهم إيش رقمك الوطني شو رقم حسابك شو آخر عمليتين عملتهم إذا جوابت على كل الأسئلة هاي بيجي بيحكي أكيد هذا صاحب الأكاونت يعني يعطينا كل التفاصيل هاي وبعطيك صلاحية تعمل بدكية ممكن تعمل تحويل لمصاري عن طريق التليفون بدون ما تروع البنك عارفش إذا أردن هاي بتصير بس براء ممكن عندما عكية المعلومات هاي يخذها يرنع البنك يحكي أنا أريد أعمل حوالي من حسابي أعطيني معلوماتك بعطيهم معلوماتك اللي سرقها منك ويحول مصاري على حساب أجنبي أو حساب إلو أو كذا فيعني هاي ببساطة مكالمة هاتف ممكن تخسرك كل فلوسك أوكي social engineering بيجي على أشكال مختلفة فيه إشي اسم الفيشنج فيه إشي اسم الفارمينج تمام الفيشنج مين عمر مرة لمصطرح الفيشنج الفيشنج إنه تسوي موقع ممكن يكون مثلا سكريبت لفيسبوك فبدخل واحد بيحط إيميل وباسورد وبتسجل عندك يس شغلة زي هيك ببعت لك مثلا أنا إيميل فيه رابط بيحكي لك والله إيميل مثلا عشكل وشكل زي الفيسبوك وإنه حدا قاعد بيعمل هاك على مثلا جهازك أو على أكاونتك الفيسبوك وإنت لازم تعمل ريسيت للباسورد الآن وبدخلوك على صفحة بتكبس على اللينك بيوديك على صفحة على شكلها مثل شكل الفيسبوك أوكي فإنه إذا ما انتبهت على يورقل بالضبط اللي وداك فإنه تفكر أنه ممكن فيسبوك فعليا ودا لك ميسج بيحكي لك شو الإيميل تبعك شو الإيميل ودخل نيو بارسورد وسيف وخلص أنه أنت أمورك ماشي تمام أو بيحكي لك إرور مثلا أو شغلة زيكية يوهمك أنه ما قدر تتغير الباسورد فهون إيش نفس الفكرة دكتور بس بالنسبة للإي بي يعني نفس الفكرة بس تأخذ الإي بي يس يعني ممكن أنا أنت لما مثلا زي ما حكي أنا فيه لكل واحد إي بي آدرس مميز إذا أنت دخلت عرابط أنا بتحكم فيه بقدر عرف عنوان لآدرس سبعك وإذا عرفته ممكن أنا أعمل هجمات ضدك رح نكي عنها لقدامي شوي هاي بالتفاصيل فهي مبدأ إيش بيعمل إنت بيجي بيغير على البروزر تبعك لما تيجي تفتح مثلا تيجي تكتب مثلا فيسبوك دوت كوم أوكي فإنت لما لما طلبت فيسبوك دوت كوم الوضع الطبيعي إنه المتصفح يشبك على سيرفر فيسبوك ويجيب لك صفحة فيسبوك ودخلك على الفيسبوك تمام الفيروس هذا إيش بيعمل بيكون نازل على جهازك أوكي بتحكم بالبروزر تبعك عامل عليه تعديلات بيحول طلبك للفيسبوك على موقع ثاني هيطلع بالعنوان إذا كانك داخل على فيسبوك ولا بيختلف أي إشي بس لأنه لعب بإعدادات المتصفح تبعك والنظام التشغيل خلى مثلا موقع الفيسبوك لما ينطلب يودي على موقع ثاني وهذا الموقع الثاني مزور إيش بيعمل بيسرق منك معلوماتك أو مثلا ممكن تفتح بنكك ويجي حولك على موقع مزور ويسرق معلوماتك وكل هاي الشغلات بكل بساطة بيقدروا يعملوها عن طريق الفارمين بس الفيشن بيجيك زي إيميل بيحاول يخدعك يأخذ منك معلومات الفارمين بيكون مالوير وصلك نزل لك بطريقة أو بأخرى وهذا المالوير بيعدل على جهازك عشان يجمع عنك معلومات زي أكاونتاتك تبعات البنك كريدت كارد أكاونتات الإيميل السوشال ميديا كل هاي الشغلات طيب أنا ممكن أتعرض لهيك شغلات إذا ظل معنا مجال بآخر المحاضر رح فرجيكم طيب إيش ممكن أنا أعمل عشان أتفاد هاي الشغلات وممكن الناس تحكي مستحيل أنا أوقع ضحية أو أنا أكون لهالدرجة ساذج وحد يقدر يضحك علي في كثير ناس خبراء ومثلا تعرضوا لنصب بسبب الفيشنج يعني مثلا ممكن حدا يكون مستاذج نعم لا أنا قصدي يعني في ناس بتفكر إنه هو يعني مستحيل يكون ساذج ويقع بشغلات زهيك أو أنه بيشوف إنه حاله كثير على أساس إنه مستحيل حدا يقدر يخدعه بإيميل أو شغلة زهيك بس فعليا أوقات مثلا بيكونوا متبعينك عارفين إنك عملت أوردر فلاني مثلا إنك مشتري من موقع معين مثلا إلهم أكس على واحد من حساباتك تمام المعذرة ما كانش قصدي إنه أطرح الإشي هاي نسي لأي حدا بس إنه بحاول أوصل فكرة إنه أي حدا ممكن يتعرض لها حتى لو كنت خبير حتى لو كان شو في عندك إنت يعني ممكن يعرفوا أنك معلومة ويبعثوا لك إيميل عن هاي المعلومة فأنت بتشك يعني إنه يعني صعب يعرف إنه شتريت شغلة من أمازون وبدهم من أو شغلة زي هيك فممكن تقع ضحية لهذه الشغلات فأنا شو ممكن أعمل شغلات عشان أجاوز هذا النوع من المشاكل يعني أول شغلة ولا عمرك ترد على إيميل إيجاك إيميل من حدا بيطلب منك معلومات زي بيجيكم مثلا أوقات على الجامعة إنه لغايات الصيانة وكذا أدخل يرجو مثلا عمل لوق إن على أكاونتك من هذا الرابط مثلا تدخل عليه بيقول لك يدخل الوزر نيم والباسورد هذا الإشي أبدا ما تعمله يعني مش مفروض أي حدا بالجامعة تطلب منك هذه المعلومات المعلومات هاي عندهم إياها بالداتابيز مش مفروض الجامعة تطلبه منك أولي واحد على الشات نعم عندي اثنين أو ثلاثة هسه طواب نفس الفكرة ما لهم أولي واحد على الشات تشوفه يعني تجربوا إذا يعني شوف كيف بيش تخدم جربوا عكاونتك خليلي مرة ثانية إن شاء الله طيب لما يجيك إيميل مشبوه فيه ما تفتح الروابط اللي فيه عكينا ممكن أنت تفتح موقع فقط لأنك فتحت الموقع تعرضه للإختراق تمام ممكن الموقع يستغل ثغرة بالمتصفح تبعك ويخترقك ممكن الموقع يأخذ الـ IP address ويحاول يهجم عليك ويخترقك لأنه في أكثر من طريقة اوكي check with the company asking for the information إيجاك إيميل من الجامعة بيحكي لك أعطيني معلومات واحد ثانين ثلاث أربعة ما بأخذ الرقم التليفون موجود بالإيميل اللي إيجاني بدور على اسم المصدر مثلا جامعة العلم تكنيوجيا رقم الهاتف برن عليهم بحط رقم صفر أعطوني مركز الحاسب مركز الحاسب إيجاني إيميل واحد ثانين ثلاث أربعة بطلب معلومات هل أنتم فعليا طلبت هذا الإشي أه بوثق فيهم بكمل لا ما بكمل فأنا ما قدر أتحقق من اشتركة نفسها إذا كنت خايف أي حدا بيسألك معلومات بيرسونال على الإنترنت أبدا ما تعطيها تمام حتى لو أنك تحكي مع موظف لشركة معينة وحسيت قاعد بيأخذ معلومات الزيادة عن اللي أنت العادي بتعطيها اسأل ليش كيف وحقك أنك ما تجواب على الأسئلة هاي طبعا واستخدامك لا 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 يعني سكيروديو سوفتوير استحميك مثلا ممكن تنزل بلغنز على المتصفح تبعك إذا صار فيه أتاك عليك مثلا ينبهك مثلا فيه إشي اسمه يعني أو واحدة من التولز اسمها نورتن سيفويب هاي بلغنز تنزل عندك على المتصفح إذا صار فيه أي نوع من الفيشينج صار فيه نوع من أي يعني بتحاول تنبهك وتعطيك عليها تعطيك مثلا كل ما تدخل على موقع سكيور يعطيك عليه أنه هذا الموقع أموره تمام ما فيه أي إشي مثلا بخوف زي مثلا إنه إشي بيحاول يحدد مكانك إشي بيحاول يتبعك إشي بيحاول مثلا يعمل لك فيشينج بحذرك من هاي النوع من الأتاكس فيعني هاي مجموعة من نصائح ممكن يخذها بعين الاعتبار هنا يعني نشرح لنفس إشي اللي حكينا الفيشينج والفارمينج بالتوضيح بالضبط أوكي فيه إشي اسمه سكيري وير أو سكير وير سكير يعني هي من تخويف أو خوف أو شغلة زي هيك وير من صوفت وير يعني هي عبارة عن نوع من أنواع المالوير بتحاول تخوفك مبدأ التخويف يعني مالوير بينزل على جهازك مش إنه بشفر معلوماتك ممكن يشفر معلوماتك بس مش فكرته إنه مثلا يتحكم بجهازك ويحاول الهاكر يخذ عنك معلومات أو شغلاتنا هذا الغب هذا النوع من المالوير إيش بيحاول بيحاول يقنعك إنه أنت جهازك عرضه لوحده من الهاكس وإنت لازم تنزل هذا الانتي فيروس أو تنزل هاي السوفت وير وتدفع حقها عشان نحلك المشكلة بجوز بعضكم مرت عليه هذا النوع من المسيجز بيطلع لك مسيج مثلا بيظل تطلع لك شاشات إنه والله إنت عرضت لقد تعرضت للاختراق يرجى الضغط هنا مثلا أو قد تصير على المواقع أو قد تصير على الجهاز تبعك من دون ما تفتح يموت الصفح هذا صارت معا من قبل إنه يجيك مسيجز إنه والله جهازك مثلا إزهاقت وإنت لازم تعامل معاه وهي البرنامج أو فوت إدفع حون عشان تحل المشكلة أنا إجاني مرة بس إنه ما كنت أرد ممكن يجيك عشك الإيميلات ممكن أوقات لما تفتح مواقع مثلا فيها إعلانات يصيروا يطلعوا لك إنه لقد تعرضت للاختراق يضغط هنا لحد المشكلة حكيت قبل شوي عن الجامعة لما يجيك إيميل من الجامعة أساس أنه صح أو غلط فبعده نفس الشي كان يطلبوا من Student Affairs كان يسألوني أسألين ما توقعش إنها تكون مطالبة أصلا من الجامعة فروحت إلى العمادة فنحكو لي لهذا إشيء سبام إنه ما ترد بالضبط بالضبط هاي المشكلة إنه لازم يكون واحد واعي للنقاط هاي إنه أنا بتأكد بالمعلومة هاي إذا أنا متعاجز أروح على الجامعة برفع تليفون برنع الكلية يعني بكل بساطة هل أنتوا ودينا إيميل طالبين المعلومة الفلانية آه لا خلاص يا آه يا لا هيك بقدر أحل الإشي هذا ولا أصير أجتهد من عندي أقول لا أكيد هذول هم باعثينه وأتفاجأ إنه والله واحد اقترق إيميلي ومثلا أسقط لي المواد مثلا أو إنه يعني أثر عليه بطريقة أو بأخر بعرفش إيش بيستهدف بهاي الهجمات بس يعني ممكن يضرك ممكن يعني يأخذ معلوماتك ممكن شغلات كثيرة يأذيك فيها فهاي الشغلات كلياتها يعني لازم واحد تخليها فيعن الاعتبار طيب فالسكيري ويرز ما حكينا هي عبارة عن مال ويرز أنت بتنزلها على كمبيوتر من واحد من المصادر مثلا وهاي المال ويرز حاول تقنعك أنه أنت مخترق وفي عندك بيروس وأنت لازم تنزل هاي السوفتوير وهدفهم أنهم يسحبوا منك مصاري وفعليا لما تنزل أو تمشي زي ما هم قالوا لك ممكن الإشي اللي نزلته ولا يعمل لك أصلا إشي بس عبارة عن كانت كلها نصب بنصب بس عشان يجبروك تدفع غوفوك بعض منهم ممكن يتصرف زي الرانسموير يجي يشفر لك بعض الملفات يجي يقول لك ادفع عشان أنا أحلك هاي المشكلة فبيكون هو اللي شفرهم وهو اللي رح يفقهم فهو بيحاول يعمل حاله أنه زي مبدأ البريء اللي بيحاول يساعدك بس هو فعليا بيكون اللي سبب الإشي من الأساس التكنيك يعني تعتبر هاي برضو واحدة من أنواع التكنيك لأنها بتحاول تخدعك تمام بأنهم يخذوا منك مثلا معلومات زي البنك تبعك كذا أو يدفعوك حق خدمة ما حتفيدك ولا إشي بس كل موضوع خداع بخداع في عنا إشي اسم الفايروول حدا حدا مر عليه هذا المصطلح من قبل الفايروول جدار الحماية جدار الحماية جدار الحماية أوكي حدا عنده فكرة أكثر إيش فكرة من الفايروول من اسمه أتوقع أنه بيصد بعض المعلومات معينة إلا إذا كانت ضمن تشفير معينة بداخلها نوعا ما يعني نص نص نقدر نقول إجابة فيهم علامات خويسة فيهم علامات مش دقيقة تفضل أتوقع أخذنا إشي أنه خط الدفاع الأخير بالكميوتر ويش سيهك هذا خط الدفاع الأول مش الأول يعني في قبله شغلات بس هذا يعتبر من يعني هذا اللي بيحمي جهازك من بره يعني عندك الأنتي فيروس والشغلات لجوة هي بتحميليك يعني من جوة بس هذا يعني خط الدفاع الأول على على مستوى كمبيوترك إذا بنحكي على الكمبيوتر نفسه فيعتبر واحد من الخطوط الدفاع الأساسية على جهازك نفسه هذا عنده فكرة طيب الفيروال ممكن يكون عبارة عن صوفتوير على شكل برمجية مثلا زي اللي شايفينه بالصورة قدامكم زي الويندوز فيروال يكون عبارة عن صوفتوير موجود في نظام التشغيل تبعك هدفه حمايتك من نتورك ترافيك اللي جاي عليك من الشبكة اللي انت متصل فيها تمام فيه له أكتر من غاية بس الفكرة العامة انه يسمح بالطلبات اللي انت موافق عليها تدخل على جهازك ويسمح للبرامج اللي انت معطيها صلاحية تطلع من جهازك وتتصل بالانترنت عشان يعني توصل تمام يعني زي جدار زي ما انتم شايفين بالصورة هاي بالانترنت فيه كثير باكيجز وفيه كثير ناس بمتصل فيه فانت هذا الجدار اذا ما كان موجود ايش معناته اي حدا على الانترنت بقدر يصل على اي ايش بجهازك وهذا الاشي ابدا مش صحي وابدا مش اعمل ايش بنعمل بنحط هذا الفيروول وفقط بنسمح لاشياء معينة فيه زي لاحظ هنا فيه الفتحات هاي لاشياء انت مصرح لالفيروول بينها مسموحة او نظام تشغيل حاكي انها مسموحة اي اشياء ثانية بتصل من الانترنت اشي انت مش سامح فيه ما بيسمح بدخول لجهازك وبرضو العكس صحيح اشياء انت مانحها تتصل بالانترنت لو حاولت تتصل بالانترنت هذا الفيروول بمنحها انها تطلال لبرة تمام فهذا يعني يعتبر خط الدفاع المنيع تبعك على الجهاز اللي بيحميك ممكن يكون سوفتوير او هاردوير سوفتوير زي ما حكينا الموضوع الويندوز جزء منه كبرنامج او هاردوير ممكن يكون عبارة عن جهاز كامل من شبك على الشبكة وهدف انه يشتغل على اساس انه فيروول تمام ويستخدم مواقع كثير لحماية ليلهم من الناس اللي بيحاولوا يعني يهاجمهم من بره طبعا الويندوز والماك واللينوكس كلياتهم فيهم فيروول لانها تعتبر واحدة من اساسيات انظمة التشغيل لانه من دون فيروول زي كأنك عامل بيت مش محاوط بسياج او بصور حماية بتخلي الرايح والجاي يقدر يفوت على البيت فانت عشان تمنع دخول اي حدا رايح جاي وفقط من الاشياء المسموحة بتحط هذا الفيروول كحماية لقى لك تمام بعض البرامج الانتي فيروس ممكن تعطي خدمة الفيروول يعني تكون جزء منها موضوع الفيروول وتتحكم بموضوع الفيروول وتحميك من الهجمات الالكترونية لانه يعطي خدمات مختلفة حسب انواعهم خلينا نتعمق فيهم شوي بالتفصيل ويقول الفيروول يعني الفكرة العامة من الفيروول الهدف اللي صممت عشانه انها تحد من الوصول للشبكة من الاجهز اللي يعني من جهازك لأشياء داخل الشبكة وبراتها ومن الاشياء اللي على الشبكة لجهازك تمام بتعمل الميت للاشياء المسموحة كيف طيب يحمي الفيروول لجهازك بحكي لك في عنا طريقتين اول طريقة انه بيعمل بلوك اكسيس تولوجيك البورت اذا تذكروا البورت حكينا عنها من قبل هي عبارة عن بورت فعلي مثل الراوتر والسويتش وكذا بتكون اشي داخل الجهاز وعبارة عن بورت بيستخدم عشان يتواصل مع برامج معينة وشغلات من هذا القبيل فهون ايش بيعمل لك الفيروول بيحجب الوصول لهاي اللوكال بورت اللي عندك او اللوجيكال بورت اللي على جهازك مثلا في عندك انت بالجهاز تبعك عشر عشرين برنامج وهاي البرامج شغالة لوكال على جهازك اوكي وكوانها مشغالة على الجهاز لما في فيوروول اي حدا بيقدر يشبك عليها ويستخدمها تمام ممكن يستغل ثقرات فيها ويهاجمك على اساسها فالفيروول ايش بيعمل بيحكي انه هاي اللوكال بورت داخلي للجهاز فقط اي حدا بيحاول يتصل عليها من بره ممنوع بيعمل بلوكال لانه بتطلع وين مصدر الطلب هذا من مين جاي جاي من بره معناته هذا ممنوع يصلي عندي هاي اول شغلة الشغلة الثانية بيحكي لك اوكي بيعمل شغلة اضافية انه بيخلي عنوان الكمبيوتر تبعك اشي سري تمام يعني انت لما تتصل بالانترنت الفيروول ايش بيسوي بيشيل الIP ادرس تبعك اللي منميزك فيه داخل الشبكة وبيحط الIP ادرس تبعه وبيطلب لك شغلة وبترجع لإله وبعدين برد عليك فهو ما بيصرح بالIP ادرس تبعك الفعلي هذا الاشي حماية اضافية لك فايحد بدي حاول يحكي ما بيحكي معك مباشرة بيحكي مع الراوتر بالراوتر بيحكي معك تمام هذا الاشي بيحط اكسترا لير اوف بروتكشن لو اي حدا بره بيحكي معك مباشرة هذا الاشي ممكن يعرض للخطر لانه انت جهازك شغال عليه عشرات اذا مش مئات اذا مش الاف البرامج كل البرامج هاي بتعمل شغلات كثير وفاتحة لوجيك كثير فاذا اي حدا بيشوفك من الانترنت بيقدر يتواصل معك مباشرة ممكن يخترقوك خلال ثواني بس الراوتر عبارة عن جهاز يعني اي او تي ديفايس خاصة فقط بموضوع الراوتنج للبكيجز ما في عليه برامج مهبه ودبه اشياء لا فقط البرامج اللي يحتاج عشان يؤدي الوظيفة تبعته مش اكثر فكل ما قل عدد برامج النازلة على الاشي كل ما زاد سيكوريت تبعته لانه كل ما زاد الكود الموجود على جهاز معين كل ما زادت احتمالية انه يتم اختراقه فعشان هيك الراوتور بيكون عبارة عن خط الدفاع الاول تبعك بعدين يكون عندك الفيروول تبعك على جهازك بعدين عندك الانتي فيروس انسون فوظيفتين بيمنع الوصول فايروول بلوك access to your logical board تذكر موضوع عن logical board لحكينا هون بحكي لك ريكو عن logical board they are virtual communication paths that allow a computer to organize requests for information and to block access to logical board firewall examine data packets that your computer sends and receive data packets contain the address of the sending and receiving computer and the logical port that the packet will use firewall can be configured so that they filter out packets sent to a specific logical board in process known as packet filtering الفكر هون ايش بصير ذكر موضوع الباكيت حكيناها انها عبارة عن الاجزاء اللي جهازك بيبعثها للسيرفرات لما يتواصل معه اي باكيت فيها معلومات اساسية زي مين المرسل مين المستقبل ايش اللوجيكال بورت الشاب كين عليه او بيستخدموه فيروول ايش بيعمل لما تيجي باكيت مثلا من برا بيجي بيطلع على الباكيت هاي مين مرسل الها والله على اي بورت قاعد بيحاول يشبك على اي لوجيكال بورت بيحاول يشبك على بورت 80 80 مثلا هل هذا بورت بورت فقط مخصص لا الاستخدام داخل الجهاز تبعك مش اكتر ايش بيعمل بيعمل فلتر لها الباكيت بيعمل هادروب ما بيسمح لها تدخل عندك تمام وهكذا يعني كل اشياء بتصير بتطلع على الباكيت جس بتشوف هلأ انت مصرح لك انك تطلع لهذا العنوان اذا اه بيطلع اذا لا ما بيطلع وكثير جامعة تستخدم شغلات زيكة بالفلتر ممكن تكون تفلتر على مستوى البورت ممكن تكون تفلتر على مستوى الابي ادرس مثلا طيب بيحكي لك الفيروول كان ايضا بيكون فجرد من انت انت اكس بورت مثلا انت الراوتر لو تعطين الابي ادرس حصل طبعا طبيعية الراوتر ممكن اذا بحاول انا اتصل معك باي طريقة كانت بجميع الطرق يرفضها الراوتر لانه بالنسبة له ولا فاتح اي بورت مين اللي حجب كل هاي الطلبات الفيروول الموجود على الراوتر يعني انا مثلا لو اعطيك الابي ادرس تحاول تعمل عليه سكان تحاول تتصل معه تحاول تواصل معه شو الاشياء اللي بترد عليها الاشي اللي انت توصلت معه مثلا انا وديت مسج لفيسبوك وعارف فيسبوك حيرد علي اذا رد علي فيسبوك انا با با استقبل منه المسج هذا اذا ما ما استقبل اي مسج من برا فهاي فكرة الفيروول عشان يعني بيوت عندنا امن فيها اختراغات كتير لانه الراوتر اللي عندك ما بيسمح للناس اللي من برا تدخل عليك بعض الراوتر اوقات تكون فيها ثغرات ممكن تستغل وحد يخترقك مثلا بعض الراوترات بيكون فيها انه بيخلوا بورتات معينة مفتوحة هذا الاشي بيخليها مفتوحة للعالم الخارجي بيستغلوها عشان يخترقوك بس المعظم بتم اختراقه كيف من انه انت اللي داخل الشبكة تعمل اشي غلط ودخلها كارلة عندك زي تنزل مثلا لعب مكرك تنزل برنامج مكرك تنزل تفتح فيشينج ايميل تفتح كذا هذا الاشي بيعرضك للاختراق اتوقع نسبته هذا كثير اكثر من فكرة انه حدا يخترقك من برا بس عن طريق الابي ادرس معك تمام اي اسئلة عن فيروول وظائفه ايش بيعمل كيف يشتغل فهم درجع بيأكد شغلات اللي هي الفكرة منهم فبيحكي لك البكت فلترينج هي معين يعني انا بقدر عن طريق البكت فلترينج زي ما وضحنا اعمل فلتر معينة هاي مثلا البكت جاي على فقط نسموح الاستخدام الداخل لاخل الجهاز بعملها دروب هاي البكت تطالع من جهازي على مكان انا مش مصرح فيه تطلع ليله بعملها تروب كله بيشتغل على اساس اللوجيكال بورد اللوجيكال بورد بلوكينج كمان كفكرة هاي انه اي حد على الانترنت بحاول يتصل بالرابتر تبعك مثلا عرفت الائي بي ادرس تبعك تمام ما بيكفيني معلومة الائي بي ادرس لازم لازم تدخل رقم الفرع فانت لو اخدت المعلومة الاولى فقط ما بيكفي انك تتصل للي تمام فايش بيصير هنا اي حدا على الانترنت بحاول يتصل بالرابتر تبعك الراوتر معمول لك انه اي حدا جاي من بره الشبكة اعمل له تروب وهذا على اساس البورت اللوجي يتصل فيه اذا حدا داخل الشبكة لا هذا مصرح له مصرف معه بطريقة ثانية فيه عنا اشي اسمه network address translation مصطلحات جديدة بس مفهومهم مفروض بسيط فموضوع network address translation او بسميها النات اللي هي فكرة انه نعطي عنوين محلية داخل الشبكة اللي انت ما تتصل فيها اذا انت عسي المثال لما تتصل بالانترنت عن طريق orange ولا حدا بيعطوك راوتر هذا الراوتر بيأمن لك اتصال بالانترنت لما راوترك يشبك على الانترنت انت بتحصل public IP address IP address مميز لك على شبكة الانترنت هذا الIP address فقط مقترن بالراوتر تبعك اي جهاز داخل الشبكة اي جهاز بيشبك على هذا الراوتر ما بيخذ public IP address جديد ويصير موجود على الانترنت زي وزي غيره او زي زي الراوتر هذا اشي مش امن زي ما حكينا بالبداية اذا انت ما في عليك protection هذا الاشي يعرضك انه كل الناس برا تهجم عليك اوكي لانه كل يستخدم موضوع الراوتر ويحكي انا زي انا المسؤول في البيت اوكي اي حدا يريد يحكي للشبكة الداخلي تبعتي ما 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 بوافق عليه او ما بفتح له الباب بتاتا اوكي ف لما انت تتصل بالشبكة هاي كيف الراوتر بتواصل معك بده اي بي ادرس تسل اي شي مطلوب بيحكي لك انه الراوتر بيعطيك اي بي ادرس خاص فيك اوكي هذا الاشي نسميه نات او يعني مقترن موضوع النات ايش يعني نات او ادرس ترانز فكرة منها انه انت لما مثلا نفرض انك متصل على راوتر يعطيك الروكل اي بي ادرس التالي 192 دوت 168 دوت 1 دوت 100 تمام هذا عنوانك على الشبكة الداخلية تبعتك الروكل ايري نتورك اللي انت فيها لما تحاول تتصل بالانترنت كون الرقم هذا داخلي ما في حدا بيقدر يصلك من بره يعني اذا حاول يفتح هذا الاي بي ادرس او يحاول يوصل له ما بيقدر يوصل له تمام لانه هذا الاي بي ادرس مخفي وراء راوتر فالفكر ايش بصير لما انا بدي احكي مع احد بره لانه العنوان هذا يعتبر ما بصير استخدمه الانترنت بحكي مع الراوتر بحكي يا راوتر افتح لي الفيسبوك على البورت الفلاني والاي بي ادرس الفلاني بيحكي الراوتر تمام بس الاي بي ادرس طبعا كذا مش معروف على الشباك بره ما حدا بيعرف يوصل لك فيه انا رح اطلب لك الطلب هذا بالاي بي بي الناس بيشيلي الاي بي ادرس تبعك بيحط الاي بي ادرس تبعه ويطلب بيشبك على فيسبوك ويطلب المعلومة لما ترجع له بيعرف هو انه انت اللي طلب فيسبوك بيرجع بيشبك عليك برجع لك المعلومة اللي طلبتها ايش صار هنا هو كان وسيط بالنص حط العنوان تبعه الاي بي ادرس الاي بي لازم كل احد يكون عنوان مميز على الشبكة لا ممكن نشترك كلياتنا بعنوان واحد وهذا العنوان كلنا نستخدمه مثلا ما يصبح بالجامعة كيف كل عشرين ثلاثين الف طالب بالجامعة كلهم يطلعون من اي بي ادرس واحد مائين هذه الشغلة ممكن تحسو فيها اذا مثلا في مواقع تعمل لك المت اذا بدك اكثر بدك تشترك فانت تروى على الموقع وتلاقي انه بحكي انت انت نزلت جيجا بتحكي انه لسه ما نزلت هسه فتحت الموقع فلما تفكر فيها ليش فعليا لانه كل الجامعة تطلع من نفس ال اي بي ادرس فاذا مثلا واحد عمل بلوك لهذا ال اي بي كل الجامعة مش فاهم شغلة حتى مش فاهم شي تمام اطف تمام اطف هيا جماعة الشبكات ستصير تلعبوا فيها لعب سهفة ال اي بي ادرس والنات وماك وبورت وهذه الشغلات ستكون بالنسبة لكم زي سي بلوك لجماعة السي اس والسايبر دكتور والسايبر اه بالسوت نعم جماعة السوفتوير كمان اتوقع في مادة نتوورك مطلوبة للكل كل بيوخذها بس حسب كل تخصص جماعة نتوورك اصلا كل شغلهم على الشبكات في النات والراوتر والسويتش كيف يشتغل سايبر سيكوري نفس الاشي جماعة السوفتوير نفس بيش بنفس الحجم بيركزوا على شغلات اضافية بتخصص طبعتهم جماعة السي اس طبعا نفس الاشي بيركزوا على شغلات خصهم بس الكل رح يخذ اشياء انها داخل بالشبكات الكل رح يخذ شغلات بتشرح كيف لما تطلب شغلة من الجهاز تبعك كيف كل المراحل بتمر فيها اي شغلة ان شاء الله ادفانس شوي بيخذوها الاشيان انتو فيروس هذا عنده فكرة اشيان انتو فيروس زي الافاس دكتور لا اعطيني اشيان انتو فيروس برنامج بكافح الفيروسات تبعت الكمبيوتر او يفحص الكمبيوتر عشان تطلع الفيروسات الفي يعني مثلا يكون فيروسات معروضة فهو يدور عليها على الابي تبعها من هذه الطريقة تمام مي عنده اخر حلو حلو وبحني الجهاز اذا كان بنزل التطبيقات عشان تكافح الفيروسات اللي راح تيجي او بنزل اشياء يعني زي الجهاز المناعة تبع الجهاز اي فيروس يدخل خارج يحارب يقام وكذا طب ليش الجهاز المناعة ما قدرش تتعامل مع كورونا لما اللقاح قبل ما يجي اللقاح في جهاز فيروسات من قبل وقدر تعامل معها بس هذا الفيروس ما قدرش تعامل مع ليش مش مسجل عن نظام تبع ايوه الانت فيروس لازم يعني مش كلهم بس واحدة من الطرق الاساسية عشان نكتشفه اللي هي عن طريق اشي اسمه اللي هو اشي بميز هذا الفيروس اشي موجود في هذا الفيروس فانا اذا اجاني فايل لقيت فيه هذا الشفرة وهي الكود او هاي السيجنيتر باجي بحكي انه هذا الملف ضار لاني انا بعرف من قبل فكرة خبرة سابقة انه هذا الشفرة وهذا الجزء عبارة عن ملف ضار او عبارة عن شغلة مضرع فيروس فيعملها بلوك بيحذفها ما بيخليه تنزل على الجهاز بيحذرك منها هذا نفس فكرة الجهاز المناعة انه بيكون عنده خبرة مسبقة بنت عن طريق الديان اي بيعرف انه هذا فيروس ولا مش فيروس طب ليش ما بيهاجم اعضاء الجسم وبيهاجم اشياء خارجية انه بيعرف اعضاء جسم هاي ايجابي ليله وبيعرف انه اشياء الخارجية هاي بيهاجمها بس بعض الاوقات تيجي على اشغالات ما ما بيعرف ها او شغالات متنكر زي موضوع حصان طروادة وشغالات زي هاي فالانتي فيروس زي ما احكز بلكم عبارة عن برنامج بيحميك من ال بشكل عام اوكي وبيحاول يأمنك من الشغالات اللي ممكن تكون موجودة على جهازك او ممكن انت تعرض لها عن طريق الانترنت عن طريق الاميلات عن طريق اشغالات كثير من يحكي لي امثلة على انتي فيروسات شوفي اكزامبلز على مضادة الفيروسات دكتور يمكن يكون نفس الجهاز مضاد الفيروسات اه زي الويندوز اسنشل ويندوز اسنشل هو عبارة لدي دكتور نفس البرناع نفس اللبتوب حاط للمضاد الفيروس يكون جزء من الويندوز هذا اسمه windows اسنشل سيكوريتي اتوقع هذا يأتي جزء من نظام الويندوز زمان ما كان يأتي صار يأتي من ويندوز سبن وكذا صار يأتي مع انتي فيروس من مايكروشوف نفسهم طيب شوه ايضافية اقزامبز اضافية اكتور في افاست اقول لك اسمع احكي لي افاست وفي ميكرو وفي كاسبريسكي و اقراها ايوه اقراها عن صليديق طيب منك انجليزيات اقدد اكتور كنت تقراها صليديق اعطينا اقزامبل من عندك مدير الهاتف مدير الهاتف بظلاء زي ما يوعد قال من زملاء من قبل كومنتات من الجرار شو مدير الهاتف تدخله انت شكاك معك آيفون لا معي أندرويد مدير الهاتف هذا بشو اسمه خليك تعمل منجر بس اللي بحميك من الفيروسات اسماء برامج مين عنده لدينا هنا مثل سيمانتك الكاسبر سكاي الترند مايكرو الأفاست شوفي كمان احد يتحدث عن أفيرا دكتور نورتن نورتن مضبوط من أشهر شركات أصلا المكافي عندك كمان النود ثيري تو عندك كمان المالوير بايت في كثير كثير مضادات الفيروسات حتى في موقع اسمه توتال فيروس يفحص لك على بجزء تقريبا 30-40 موقع من نفس الوقت بس توانا أحملك لك إن أفرجك بياه توتال فيروس مثلا هذا الموقع تستخدموه نعم تبع جاي حكوم راجع ولا ما في شيء تبع جاي لا ما خلصنا إن شاء الله إذا في حد عنده أسر ممكن أنا يعني أجي أو كذا أو يعني أجواب عليه إذا بتكون يعني استفسارات إضافية عادي نعمل اللي بدكويا طيب هذا مثلا موقع اسمه توتال فيروس بحبه كثير هذا الموقع بقدم خدماته مجانا يعني الأشياء اللي بيعملها مجانا هذا بنصح الكل يستخدمه سممكن أنت عندك الويندوز مثلا أنت فيروس أو سوفتوير كذا أو كذا يعني أنت تفحص الملف على مضاد فيروسات واحد فقط هذا الموقع يعمل مجمع له 50-60 أنت فيروس وتعطي ملف يفحص لك على كل هذه البرامج ويعطيك تغيير بالآخر هذا الملف مثلا ما هو وضع مثلا هناك ملف يجاني مواحد طلاب اسمه بروجيكت مثلا بدأت أكد هل الملف هذا آمن أو لا عملت له أبلود اسمه بروجيكت ترار شغلته يأخذه ويفحصه بكل الانتي فيروس الذي يوجده فبدل تفحص الملف على انتي فيروس واحد تفحصه على خمسين ستين واحد خلال ثواني تمام لاحظ هاي كل الاسماء كوموندو سي أم سي ساي نت دكتور ويب اسكان افسكان نود تيري تو فاير اي باندا مايكروسوفت مكافي ماكس زونر مثلا اسماء أول مرة أسمع فيها يعني في عندك كمان أسه تلاقي الكاسبر سكاي النورتن الكي 7 هاي كاسبر سكاي شايف بعمل تفحص الملف فضل في برنامج أنا بستعمله من فترة اللي هو اسمه مالوير بايتس مالوير بايتس هذا كثير كثير رفادني بتخلص من المالويرات اللي كانت تنزل وخاصة انه لما نزلي فيوس تشفير ما قدري شفر البرنامج هذا فظل موجود عندي وظليتني بقدر أستعمله مالوير بايت واحد من أشهر البرامج هي موجودة حتى لما دورنا عليه مالوير بايت فواحد من أشهر البرامج كأنه مجاني ولا مدفوع فيه منه مدفوع ولكن كل خدماته حاليا مجانية يعني ما مش مضطر أتفع لا هسو لبعدين ممتاز المالوير بايت اسمع عنه كثير يعني برنامج قوي كثير الكاسبر سكاي روسي معروف من زمان يعني زمان زمان اسمع عنه ف يعني فيه اسماء كبيرة زي المكافي زي الافيرا زي المالوير بايت زي الدكتور ويب زي البيت ديفندر في كثير يعني برامج تعتبر يعني قوية جدا ف لاحظ عمل لك سكان وعطاك عليه صفر يعني بال57 انت فيروس اللي فحصهم هذا الملف ولا واحد فيهم حكى عنه في فيروس فعلى أغلب انه آمن ممكن واحد يجيك ملفي مشفر ويكون جواته فيروس طبيعي يحكي لك انه هذا مشفر لانه الملف جوه مشفر يعني شكله متغير يعني شكله صار اشي ثاني لما تفك تشفيره اما اعمله فحص مرة ثانية عشان تتأكد فمش تفحص في المضغوط المشفر وتحكي انه هذا آمن لا وهذا مش شكله النهائي فك ضغطه وبعدين افحصه لاحظ بيعطيك details عنه نوعه تفاصيله متى نعمله سبمش متى نعمله ممكن انت تجي ترفع فايل يقول لك هذا في واحد يقبك رفعه ويعطيك تقرير عنه فهي يعني تود كثير جدا مهمة ومفيدة بنصح الكل يستخدمها لما يتعامل مع اي ملف يجي من اي حدا طيب اوكي طيب كيف مرضات الفيروسات يتميز الفيروسات او كيف يتعامل مع الفيروسات اول شغلة احد ازم لكم اي بي لكل فيروس مش اي بي هي اسمها توقيع اشي مميز يميز كل واحد فينا يحاول يجيب جزء من الفيروس ويخذو على انه عبارة عن يعني يونيك لهذا الفيروس ويقدر يميز فقط من وجود هاي الشفرة وهذا الرموز المعينة مثلا بيجي بيقول اذا ايجاني مثلا هاي السلسلة من البيت مثلا عشر 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 بايت هاي بقدر اقول انه هاي بتعبر عن هذا الفيروس فاي ملف يجيني في هذا طبعا هذا الاشي ما بيكون اشي مشترك باي برنامج تلاقي لا بيكون فقط لهذا النوع من البرامج تمام فالسيجنيتر هذا واحد من التكنيك اللي بيستخدموها عشان يتعامل مع الفيروس بيكون عنده ملف في كل الفيروس اللي بعرفها فاي ملف بيجي لعنده هاي بيساوي بيشوف هل اي واحد هاي السيجنيتر بينطبق عليها المواصفات اذا اه يجي بيحكي لك انه هذا فيروس من نوع كذا حسب يعني شو اللي عنده اذا مثلا هذا عبارة عن فيروس بس ولا مرة مرة عليه والمتصفح فقط بيشتغل على اساس السيجنيتر للأسف ما هيقدر يعمله لانه هذا السيجنيتر اللي بيحتوي هذا الفيروس ما مر عليه من قبل وهذا الاشي اللي يعتبر واحدة من النقاط تضعف هذا التكنيك انه اذا لازم يكون يعرفوا عن هذا الفيروس عشان يتعاملوا معه ما من الفيروسات قلنا من قبل ممكن يعمل لك مشاكل خاصة مع هذه التكنيك حكينا واحدة من انواع الفيروسات مشكلجية اشي بيبلش بالبي دور الناس يسمو بس يغير شكله بالظبط البوليمورفك فيروس هذا النوع عن الفيروسات بعيد كتابة نفسه فالسيغنيشر اللي انت مسكته لقيله المرة الجاي هيكون اختلف لانه غير كتابة حاله عاد كتابة نفسه عاد صياغة حاله خلي السيغنيشر هذا يتخربط ويبط الموجود فيه تمام فهذا النوع مثلا من التكنيك ما بنفع مع ذاك الفيروسات تستخدم شغلات كورانتينج هاي مثلا اسمعناها كثير الكلمة هاي نحكي لي اشياني يحجر الفيروس مثلا بعد يعمل الاسكان ما بيكون يعني بالزبط فكرة الحجر انه يعني اوكي هي ليش انا بحتاج احجر فيروس يعني شو بدي فيه احجره خلاص اشطب وخلاص عشان ما ينتقل ما ينسخ على أكثر مرة طيب أنا يعني انا ميزت انه فيروس مثلا خلاص شو فكرة الحجر ليش تعملوا حجر صحي وقعدوا بالبحر المي السبوعين عشان ما ينتشر الملفات الاخر وخليها تتأثر هذا يجاني احدا مع فيروس مطب برجع هم هدا عنده فكرة هدا صعب جدا اللي بيتعامله مع الفيروسات اللي بيحلل الفيروسات وبتعامله معاهن وكذا كيف بتعامل معاهن بيجي بيشغلها بجهازه وبصير يفحص فيها شوف شو صار على جهازه يعني بحجرها ووكتب بحجرها ممكن عشان يقدر يعرف اي 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 اذا صارت موجودة مرة ثانية يكون اعرف اي اي بحجرها مثلا في اي 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 الفيرج وال ماشين عبارة عن برنامج بيحاكي نظام التشغيل بيحسز الفيروس وكأنه شغال على جهاز مستقل منفصل بس هو شغال داخل البرنامج هذا البرنامج انت اليك اكس عليه كله بتعرف بالضبط ايش بيأثر عليه وايش بيعمل فيه فانت لما تشغله تقدر تحدي بالانترنت تقدر تتبع تحركاته بالحجر اللي انت عامله فيه ما بيقدر يصل لناس على الشبكة ما بيقدر يقاذي حدا حوالك ما بيقدر والله انه يخرب جهازك الفعلي لانه محجور محطوط في مكان معزول عن باقي النظام تبعك فالحجر يستخدم عشان نتعامل مع هذا النوع من الفيروسات لما بنحللها ندرسها نعرف ايش تصرفاتها ندور على السيق نشار اللي فيها وهيك شغلات بنحجرها عشان ندرسها وتعال معها ما في حدا بيفحص فيروس بنزله على جهاز وبشغله على جهاز اللي بيشتغل عليه طب طب انت عملت كارثة ممكن هسا الفيروس هذا يطلع وورم ويبلش ينتقل بالاجهز اللي على الشبكة ويخترق جهازك وجهاز اللي حوالك وانت بتحاول تعرف شو قاعد بيعمل صار وواصل كمبيوتر بس داخل محاكي بيحسس الانت فيروس انه تغال على جهاز فعلي بيجي الانت فيروس ويبدأ يدمر ويخرب ويبدأ انه انا قاعد براقب فيه زي ما انك تحط واحد مثلا في مكان تحسس انه لحاله وانت حاط عليه كاميرات ويتراقب كل اشي بيعمله وتدرس تصرفات وكلياتها ف بس في فيروسات اه اقدر اسميها حدقة اشتغلت بهذا الموضوع بيحاول يميز هو وين شغال بيحاول يدور على دلالات تحسسه اذا في الجهاز الفعلي تبع اليوزر ولا موجود في حجر معين اذا حس حاله موجود في حجر ايش بيعمل ولا بيسوي اشي بيقعد زي المحترم ومتصرف باي يخدع اللي بيحلله انه هذا برنامج طبيعي ما فيش فيه اي اشي ولما يشتغل على جهاز فعلي بيبلش اذي بيخر فهاي يعني تركات يعني فيروسات تعرف تعملها تمام اي اسئلة طيب فينا برضو الان اوكوليشن تكنيك ان اوكوليشن اللي هو زي تطعيم الفكرة منها انه زي بكسب الجهاز مناعة بالاشي هذا مثلا فهون حسب هم معرفين بالكتاب شوي بيفرق عن المفهوم اللي انا فهموا عنه بيحكي لك انه بيسجل key attributes يعني attributes اساسية عن جهازك وعن الملفات الموجودة عندك وبيخزنها في مكان سري وممكن هاي key attributes يستخدمها عشان يعرف والله هاي الملفات تغيرت حدا لعب فيها حدا شالها حدا عمل عليها change وعلى اساس سيعمل ردد فعل يعني اذا انا مش مفروض هاي الملفات تتغير مثلا فجأة لقيتها تغيرت او حدا دخل عليها شغلي او حدا ما عارف انه ممكن في فيروس بلش ينتشر بالجهاز ووقفه في اغرب فرصة ممكنة تمام شباب واضحة التكنيك المختلفة هاي في هنا drive by download هاي تعتبر يعني واحدة من الطرق اللي الناس بتتعرض للفيروسات بسببها والفكرة منها انه انت يعني بتنزل شغلة اوكي هاي الشغلة بتكون فيها يعني استغلال او فيروس او كده واش بتعمل بتحاول تخترق جهازك عن طريق ويكنيسة الموجودة في النظام التشغيل تبعك ليش النظام التشغيل بيطلع كل فترة تعمل update تحدث 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 يعني ليش ما يعمل تحديث بس سنة مرة وخلاص لانه يظلهم يمواقبوا الثغرات الموجودة في النظام التشغيل تبعك كل فترة بيكتشفوا ثغرة معينة هاي الثغرة ممكن تسمع لحد انه يوصل لجهازك بدون باسورد ممكن تصل لحد انه يغير على جهازك ممكن 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 فهذه الشغلات تعتبر خطيرة فعشان هيك يحاول يعملوا update بشكل مستمر وهذا الاشي اللي بدعوك الى انك انت عشان تتعامل مع هذا النوع من الفيروس هات ضلك حدث الانتفيروس اللي عندك اذا عندك نسخة ويندوز مش اصلية حول لنسخة اصلية عشان تيجيك هاي التحديثات لانه في النسخة المسروقة ما بيجيك اي نوع تحديث فقط ببطل يقول انه هاي النسخة مسروقة بس انت ولا بيجيك اي تحديث من مايكروسوفت طبع انا شو استفدت اذا ايجاني ملف زي مثلا مالويرز بخترق جهازي وانا ما بقدر عمل اي شي تمام فممكن يعني من مايكروسوفت نفسه غالي بس في مواقع كثير بتبيع الكيز في مايكروسوفت باسعار رخيصة فبنصح الكل يعني اذا الجامعة ما بتأمنكم بكيلة الويندوز انك تكون عندك ويندوز اصلي وتشتغل عليه تمام اي اسئلة كيف كمان تحمي حالك يعني في عنا كثير شغلات اول شغلة منهم انك تستخدم باسوردات خوية مين فيكم مستخدم باسورد واحد لتسعة انا كنت مستخدمه بس زمان يعني بأفام ستاش تقريبا بعدها صار يودولي انه غير ولازم تغير صار تحط واحد لتسعة بعدين صفر لا يعني الباسورد الضعيف هو يعتبر واحد من النقاط الضعف اللي ممكن واحد يستغل لها عشان يختر في اوقات كثيرة في موقع تم اختراقها يجي يسربوا اسماء البيوتر والبيوتر تبع المستخدمين يتفاجعوا انه في نسبة كبيرة جدا من البيوتر الباسورد تبعتهم من واحد لخمسة او كلمة باسورد او البيوتر نفسه نفس البيوتر يعني اشياء جدا بسيطة لانه الناس بتميل لانها تنسى الاشياء فبيقول لك لا ليش انا اعمل شغلة زي هيك خلاص بحط باسورد سهل بس هاد الاشي بسهل على البيوتر يخترقك في واحدة من الهجمات انه انا اخذ البيوتر تبعك وبلش اجرب باسورد غريب مثلا اشي اشي مثلا عشوائي مثلا كات نط دور واحد اثنين خمسة على متع الجو كلمات هيك بس مشرط رموز اكس سمول دولار ساين وهاش وخمسمية رقم لا ممكن تحط كلمات عشوائية كثير بتصعب اي حدا يحاول يحزر باسورد وسهل انك تحفظها في مواقع برضه بتعطيك اشي اسمه باسورد سترينج تست يعني انت ممكن تحط الباسورد داخل بتستخدمها وتشوف قديش مدى قوتها يعني بقيسوها اكثر من معيار هل هذا الباسورد معروف من قبل هل هذا الباسورد بتكون من الشغلات هل هذا الباسورد سهل يعني وحد يعمل لغس وشارت كثير حتى مواقع لما صورت تسجل بتحط موقع باسوردك اذا مثلا ما بتحط وارقام ورموز برفض الباسورد موقع الجامعة اه موقع بتعمل هذا الاشي برضو الويندوز واللينوكس والماك كلهاتهم بيعطوك بلدين باسورد فيتر يعني لما تدخل على الويندوز بتقدر انت تفعل خاصية الباسورد عشان مش ايحد يدخل على جهازك حتى بتقدر تفعل خاصية تشفير الملفات على جهازك حتى هاي بنصح فيها على التليفونات يعني ممكن اذا ملفاتك مش مشفرة مجرد ما انا وصلت للجهاز حتى لو حاط سيكيريتي كود يعني في طرق ممكن اتجاوز هاي الشغلة واصل لملفاتك بس اذا انت مشفر ملفاتك هون الامور تصير اصعب بكثير تمام تذكروا حدث الاف بي اي مع عبل لما مسكوا واحد مرة هجوم الارهابي صار في عندهم في امريكا ومسكوا تليفون يعني او حصروا تليفون واحد من شاركوا بالعملية الارهابية وصارت جدل كبير لانه مش قادرين يفكوا تشفير التليفون وقبل مش راضي تساعدهم بالاشي هذا خايفين قبل اذا بعطوهم تفتح التليفون هذا سيروا يستخدموها على تليفونات لغايات تجسس ومش لغايات يعني امنية فعلية فصار عليها جدل كبير ويمكن سمعته بالقصة فأنظمة التشغيل تعطيك طرق حماية واي نظام تشغيل قديم اتجنبه ما بيجي اوبديت اتجنبه وانسوان في كثير برامج وتوز تعمل لك موضوع الباسورد انت ممكن تستفيد منها وتعمل حماية لحالك فيها تمام فمثلا في اشي اسمه باسورد منجر في اشي وانباسورد وهي عبارة حلو فيها انها عبارة عن برامج بتدخل عليها بتحب تخبي فيها حساباتك بتحب مثلا ايميل الفيسبوك والباسورد هو بيعملك جنيرات للباسورد فانت بيكون عندك باسورد مختلف لكل موقع انت بتشتغل عليه وما في داع تحفظ موجودين كلهم على تليفونك تمام والبرامج فممكن تحمي حالك برضو باستخدام هاي الشغلات لانه اكبر غلطة ممكن حدا فيكم يعملها انه يستخدم نفس الباسورد على كل اكاونتات ليش من يحكي اكثر انا كنت اعملها مرة اصرق 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 كساب واحد رح يقدر يوصل للكل انت انا مجرد اعرف واحد من حساباتك فدخل على باقي حسابات كليات فدخل على الفيسبوك فهيك يعني فيسبوك خلص خلص فانت الشطار وين انك تقلل خسارتك في حال لو تعرضت احنا كل يوم نسمع فيسبوك تسريب 200 مليون حساب طب هاي الحسابات لما تسربت كيف صارها متسربة اصلا يعني صار لها شهرين ثلاث شهر والناس يعني عرفوا عنها الاعلام بعد ثلاثين شهرين ثلاث اشهر لما انباعث بالديب ويب لواحد مثلا بواحد من المنتديات تبعات الهكرز طب انت شو صار بحساباتك الثاني اذا عندك حساب بنك اذا عندك بيبال اذا عندك حساب بالجامع اذا عندك اذا عندك اكلت هوا فلازم تستخدم باسوردات مميزة لكل اكاونت انت بتشتغل عليه تمام طيب شو في شغلات امكن استخدمها عشان احمي او اعمل اوثنتيكيشن وادخل على جهاز معين تمام واحدة من التكنيكس البسيطة اللي هي الفينجر برينت تمام بسموها البيومترك اوثنتيكيشن ديفايس بتستغل على يعني اشياء منك مثلا يعني كصوتك كقزحية عينك كبصمتك يعني اشياء حيوية اوكي فامثلة عليها موضوع البصمة مثلا زي تليفوناتك اغلبها كلها البصمة صارت موضوع ايرس باترين اي قزحية العين كل واحد فينا زي بصمة خاصة زي بصمة الايد فمن حدا من تليفونات قبل عملوها سلافة العين وكذا وهيكا او لا اعملوها وقع بعدهم على الوجه على الوجه صح مش على العين اه بتوقع انا مش مش تبع ايفون بس بتذكر كان موضوع عندهم كاميرا خاصة توقع على الوجه فموضوع الاندرويد على الان ولا على الوجه على البصمة وعلى الوجه مع العين ما اعتقد لسه تليفونات عملتها يعني هاي افتح تليفانو من لابس كماما عادي بفتح يعني بس طلع عليه بفتح زمان ما كان شيفتح بس مع الابديت صارت تفتح برضو في عنا اشي اسمه voice authentication في بعض الطرق ممكن انت عن طريق الصوت تعملها بس بحسها شيء آمن ليش لانه انت ممكن يعني تمرض تغير صوتك تصير بحة صوت او شغلة ازي هي كان برضو في عن طريق الفيس ممكن انت عن طريق شكل وجهك يميز ويفتحه بس هاي مش آمن كمان عفترة صار فيه هجمات انهم يحطوا صورة قدام التليفون يفتح او يحطوا مثلا شكل حدا بيشبه مثلا على تيك توك اتوقع ان انتشرت من فترة شغلة انه كيف الابن ممكن انه لانه بشبه ابوه لما تفرجيه الابليكيشن يفتح عليه مثلا او البنت او شغلة زي هي فهاي برضو واحدة من التكنيك بس بظلها القزحية والبصمة يعني اشياء جدا آمنة وطبعا استخدام هاي الشغلات كويسة كثير ليش لانها اول شيء مش مرتبطة بكلم انت لازم تتذكرها وايش دايما معك اسبعك دايما معك ما تحطش اسبعك بالدار بتطلع او بتخلي عينك بالدار بتطلع او بتخلي وجهك او صوتك بالبيت بتطلع هؤلاء الاشياء دايما موجودين معك فعشان هيك بيستخدموهم يعني كاوثنتيكيشن فاذا عندك هذه الخاصيات ليش ما تستخدمهم يعني يعني يعطوك سيكورتي جدا عالي ما في واحد بيقدر يعمل قسل الصوت تبعك او قسل شكل قزحي تبعتك تمام طيب كيف انت تتصفح الانترنت ويعني تخف تتخف في الانترنت ونوعا ما في كثير عندك يعني مواقع سمحك عن موضوع الكوكيز وكذا بتتبع كل تحرك كل اشي بتعمله بسجله كل اشي بتكتب عنده موجود تفضل هذا المتصف تفتح فيسبوك لا بيفتح عادي جزارك مفتح يكون عندك غلط اشي من الشبكة لا اتأكد انك تفتح الهش تي بي اس فيسبوك هيا ما ندخل بانه يفتح موقع ولا لا هيا هيا الشغلة سمشرحها بيحكي لك في اشي اسمه في برايفيز تقول انت بتستخدمها عشان تحمي الخصوصية تبعتك تمام اول شغلة منها اشي اسمه البرائفت براوزنج احدا عنده فكرة عن البرائفت براوزنج ايش الفكرة منه متصفح متخفي اه اه عندي فكرة توضل فكرة صغيرة بس ما توقعش تفينك انه بس مثلا بس لك اذا حدنا ها جمعية كنت قاعد تشتغل يعني مثلا كنت تسوي اشي مثلا تدفع وبصراع ما بخذك تدفع مثلا اذا كنت ماسك الفيسبوك وطلعت من المتصفح ما بيراجعك وما بقدر حدا يتبعك مثلا لو كنت مشغل سكرين يعني مثلا كنت اتتشرح ومثلا على هذا المتصفح المتخفي كنت تشرح وفتحت سكرين الشاشة عشان انه تشرح انه تشرح يبيني انه شاشة ستعدة بس انا مجربتها من قبل والله نجربها دقيقة اي اوكي انا عملكم شير بس بلاي شو بلا بتصير صغير بلا شلان اوكي نجرب new private window او لا اعطتي شي تاني ايوه الصباح او حساس مقرد او انا او 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 ما اعطى شاشة السوداء صح حسب حسب النوع المتصفح يعني او او انا باستخدم فايرفوكس هون ف هذا وا يعني هون تتجي هنا بتكبس راية تكليك في عندك اشي اسمه new private window ال private window اي ايش اتذكر منها اكبست بس ما اعطى شاشة حسب المتصفح يمكن طيب فال private mode ايش الفكرة منها هسه انت لما تدخل على اي موقع مباشرة المتصفح بسجل عنده اشي اسمه cookie cookie هاي اشي بيميزك وبيحفظ بالهيستوري تبعا انه انت فتحت الموقع الفلاني فتحت الصفحات الفلانية وبيخزن يعني cookie عنك بتميزك لهذا الموقع عشان لما ترجع عليه ما تدخل باسورد بس هذا الاشي بسهل على بعض الموقع تتبعك هذا الاشي مش امن اوقات انت بتدخل الموقع وتدخل مثلا والمعلومات كلها وبتعمل دفع وبتطلع تتفاجأ لما ترجع مرة ثانية بتلاقي ان البراوزر حافظ القيم طيب هاي شغلات اذا حدا وصل لها يعني بجيب لك العيد ما بصير يحفظها البراوزر فانت اذا بتروح بالprivate mode كل اشي لما تسكر المتصفح بين مسح ما بيتبع مثلا كوكي تبعونك ما بيتبع مثلا الهيستوري ما بيتبع اي اشي من هين وعلومات بس الفكرة ما في انه ما بيخفي شخصيتك الـ IP قدرستبعك بعد هو هو تمام لك تستخدم اشياء اضافية عشان تتخفى من ناحية الـ IP زي الـ VPN وشالله زي هي بيحكي لكم برضو في اشياء اسمها مثلا 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 وهي عبارة عن هاردسك الملفات تخزن فيها بتتشفر تمام فانت بتخزن عليها اي شي وحتى لو اي حدا فتحها بتلاقي ان الملفات الفيه مشفرة فهذا الاشي بيحميك من انه يعني لو ضيعت الاشي هذا حدا يخذ معلوماتك باي طريقة كنت وبرضو في الـ VPN اغلبكم بيعرفها الـ الـ اللي بتأمن لك اتصال بينك وبين زي ما بتحكي راوتر خارجي وانت اتصالاتك كلها بتمر عن طريق شبكة مشفرة مثلا لنفرض انت شبكة على شبكة عامة وقاعدة تستخدم الانترنت هسا العاطر بهاي الشغلة انه معلوماتك عرضة للصرقة لأي حدا بتصل بالشبكة تمام فالآمن اللي انك تعمل وحكينا حتى خاصة لما ما تكون الشبكة الواي فاي انت تتصل بالنتبر خاصة فيك مشفرة وتتصل بموقع معين تروح تعمل بدكية بتظلك تحت الحماية فهي الشغلات عبارة عن تحمل خصوصية تبعتك لما تستخدم الVPN موقع مثلا أورانج ما بتقدر تتبع انت ايش قاعد بتعمل هم كل بيطلع محهم انه انت قاعد بتتصل مع سيرفر موجود في أمريكا ايش ايش بتعمل مع هذا السيرفر ايش بتساوي هم ما بيعرفو هذا السيرفر ايش بيعمل بيخل طلباتك بيجيب لك من الانترنت مثلا طلبت جوجل بروح على الVPN بيصل للسيرفر هذا بيحكي جيب لي جوجل بيجيب لك جوجل برجع لك ايام شفر اورانج ولا داري ايش قاعد بصير رجعت طلبة تعملت كل ايش سويت كل هذا بيكون متخفي ما بيقدر الانترنت بروفايدر يعرف اذا اذا ما في VPN لا اورانج قاعد بتعرف كل ايش انت قاعد تعمله اذا ما بيشوفوا المحتوى كله بس بيعرفوا انك فتحت فيسبوك بيعرفوا انك فتحت موقع كذا بيعرفوا انك فتحت موقع كذا تمام لانه هاي الشرط يتبين عندهم الـ IP address والعنوان الموقع اللي طالبه اي اسئلة يا شباب واضح طيب عشان نخلص سريع دائما قلل نسبة المعلومات اللي بتعطيها لناس اللي برا على الفيسبوك ما بحطش كل اشي عن حياتي كل اشي بعمل بحياتي بحطه كل اشي بسوي بحياتي بحطه رقم تليفوني صورة عن هويتي عن فيزا لبلد معين كل هاي المعلومات ممكن يتم استغلالها ضدك كل ما قللت نسبة المعلومات اللي انت بتحطها على الانترنت كل ما حميت حالك اكثر تمام اه 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 اتجنب انك تعطي معلومات اه لجهات مثلا زي اسمك الكامل اه زي ايميل الادرس تبعك اه مثلا زي مكانك عمرك شغلك كل هاي معلومات ممكن تستخدم ضدك مثلا تستخدم موقع مثلا لشغل واحد وخلص ما في داعي تسجل موقع بايميلك الفعلي افتح استخدم اشي اسمه ايميل او ايميل مؤقت فيك واحد من طلاب بتكنو عنا زمان ايلي بزمانات عمل موقع اسمه مهمل افتح عليه بتلاقيه على الانترنت هذا بيعطيك ايميل مؤقت لنص ساعة بتقدر تسجل فيه وما بدك وتعمل بيجيك اي ايميل حدا بيبعثه عليه بيجيك على هذا اليميل وبتستخدم وبتخلص لبدك منه بعدين بعد نص صاعة بنشط بالإيميل هذا فكثير بستخدم هاي الشغلة لما بدي انزل شغلة بالمكان وبيدي انا اسجل ما بحط ايميل الفعلي لانه هيوكل رأسك اسبام ومس احتياطية لانه فقط عندك النسخة الاصلية لو تعرضت للدامج مش الفيروسات لنفرض بقع منك اللابتوب هو شغال انكسرت مثلا الابريل اللي بتقرأ الهاردسك خلص يعني الداة اللي موجودة عندك عليها السلام اذا عسي من مثال صار شرط كهرباء وصار اشي ممكن يحرق الاساس دي عندك فكل اشتغلات يعني هتخرب وممكن الفيروس يضربك يخرب لك الملفات فانت لازم تعمل باكب للملفات اللي عندك وفيه النواع مختلفة للباكب ممكن تعمل باكب للداتا اللي عندك ممكن تعمل باكب للبرامج اللي عندك ممكن تعمل باكب لكل اشي بالجهاز عندك تمام فكل نوع من باكب يفرق عن الثاني ممكن تعمل باكب للصور اللي إليك ملفاتك سلايداتك كتبك شغلات ذا هيكة البرامج اللي انت بنزلهم تقدر تعمل باكب لإلهم تخبيهم نسخة احتياطية منهم في حال خربه تقدر ترجع تترجحهم ما ترجعش تنزلهم من الصفر وممكن تعمل باكب على مستوى الجهاز كامل اه 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 زي ما حكينا اه 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 تمام فهذول يعني انواع مختلفة احنا نحكي عنهم واحدة يحد هنا بيحكي لك الفكرة منها انوا فانت هون يعني كل الدادا تبعتك وكل الدادا اللي عندك تعمل عنهم باكب تمام? زي اللي عندما تعبلوها بالاندرويد مثلا لما تعمل باكب للدادا تبعتك والابل كاشن تبعتك لما تعمل باكب. فيرجع لك الابل كيشن اللي كانت نزل عندك والدادا اللي كانت موجودة عندك تمام واما ممكن ممكن تعمل incremental backup لهذا الاشي تمام يعني انك مثلا كل فترة فترة يعمل احد تحديث للباكب اللي عندك يضيف الاشياء الجديدة او مثلا ممكن تعمل باكب لجزء من الاشياء زي مثلا ال data تبعتك او مثلا ال application تبعونك and so on انا شغلة بنصحها كثير ما تخلي شغلات على جهازك خاصة يعني نقلت من تليفونك على شغلة على جهازك امسك الشغلات هاي وحطها على hard disk منفصل باسرع وقت ممكن لانه في اي وقت ممكن تعرض للاتاك تخسر ال data هاي حدا يسرقها حدا يسربها and so on ما تخلي شغل على جهازك منتصل بالانترنت لانه عرضها للاختراق في اي لحظة او ممكن تخسرهم بكل بصابة في هنا ايش يسمو image backup او system backup هذا الفكرة منها انه بتعمل backup لكل منفات النظام يعني في النوع الاول full backup بيعمل فقط لل data والapplications الفل backup او image backup هذا بيعمل backup لمنفات النظام نفسها يعني اذا ضربك فيروس وخرب النظام في الفل backup ما بتقدر تزبطه خلاص تجد ترجع ملفاتك وبرامجك بس النظام تشغيل نفسه لازم تبدله في image backup هذا بيعمل backup للنظام حتى تبعك كلياتهو تمام؟ مش بس الapplication with data اللي عندك فالفكرة من image backup انه احنا نعمل اشي يسمو snapshot لكل اشي موجود على الجهاز تبعك من ملفاتك الشخصية من برامجك من نظام التشغيل نفسه هذا الاشي طبعا بيزيد من ناحية الحجم وبيزيد من ناحية الحماية تمام؟ فهذا الاشي يعني idl لما انت مثلا بدك تخبي مثلا نزلت النظام من اوله بجديد وكل شي اموره تمام؟ ممكن تعمل منه image هاي الامج تخليها backup احتياطية في حال ضربك فيروس في حال صار معك مشاكل لما تعمل restore مش طب كل اشي برجع النظام لحالته الاصلية تمام؟ طيب لما نعمل backup اخر اخر يعني توقع 2 slide 3 slides ايش وين اخزنها؟ ممكن تخزنها في online او ممكن تخزنها في external hard disk او ممكن تخزنها على nas network attached storage الالاين انا يعني هاي الشغلة بفضلها كثير لانه في الالاين انت ايش؟ الادات تبعتك حضلها يعني للابد مدام انت يعني بتدفع للخدمة او الخدمة بتأمين لك مساحة معينة يعني هما اصلا بكونوا يعملوا backup للداتا فالاشياء تبعتك كثير محمية امنين كثير ان تكون على الانترنت بس حسب قديش عندك storage هل معك مساحة 100 جيجا 200 جيجا انسون ممكن تخزنهم على external hard drive مثلا زي كثير منكم بيستخدم على flash drive وشغلات زي هيك بس بظلهم عرضة لانك تخسرهم ليش؟ لانه ممكن يخربوا ممكن يصير فيهم عطل الاجهزة الالكترونية هاي يعني ما بتضمنها فالأضمن انك تعمل يكون عندك two externals وتخزن ال data هون وهون عشان لو خرب واحد فيهم يظل عندك واحد شغال فهاي الشغلة مثلا convenient سهل تشبك وتنزل عليه واسرع وكذا بس في نسبة يعني failure ممكنة network attached devices هاي برضه ممكن انت تعمل لحالك زي cloud داخل الشبكة تبعتك وتخزن فيها الملفات وال data والتفاصيل تبعتك كلياتها واشي بيظل عندك لانه في بعض الناس تحكي انا كيف احط ملفاتي على الانترنت واخلي اي حدا يصل لها واشي مش امن من هذا القبيل اي اسئلة شباب؟ اعتقد افكار يعني عامة وبسيطة بس ظل عندنا two slide انا عارف طولت عليكم بس بديش اجيبكم عشان two slide مرة جاي او شغلة زي هيك اي اسئلة شباب سوفار؟ اوكي تمام الامور؟ طيب ان ننتقل للجزء الثاني اللي بيحكي عن كيف تحمي ال environment او او تأمن حماية لل physical component تبعت الجهاز تبعك انا احنا في عنا حماية من ال hackers حماية لمعلوماتك برضو القطع اللي عندك تعتبر يعني شغلة لازم انت تحاول تحميها تمام؟ واحدة من اكبر المشاكل اللي ممكن تواجهك باجهزة الالكترونية هي مصدر الكهرباء تمام؟ الفكرة منها انه ممكن انت يصير عندك شرط في البيت ممكن يجيك مثلا كهرباء مثلا زايدة عن اللود اللي بتوقع الاجهزة تبعتك مثلا لنفرض بذلك مرة واحد صغار واحد من الصغار مرة رمى جنزير على اسلاك كهرباء وعملت شرط وحرقت جوز نص طلاجات الحارق فكان يعني بس حرقة زي هيك دفعت ناس الاف وبعدهم دور عليهم للرمز الجنزير فممكن يعني جهازك مشبوك بالبلغ مباشرة مشبوك على العدات الخارجي ويعني اذا ما فيه اي حماية له من هذا النوع من ال ممكن انه يتعرض لشرط يتعرض لمثال صارت رعد قوي اضربت اسلاك الكهرباء الشحنة هالكهرباء تروح تتفرغ بالاسلاك وتصل للمستخدمين فهذا الاشي ممكن يحذك جهازك ففي عندنا سيرت بروتكشن ديفايسي وهي عبارة عن زي اشياء اللي شايفينها عبارة عن ديفايسي بتتصل بالكهرباء وبتكون الفكرة منها انها تكون خط حماية لو صار شرط لو صار مشاكل بالكهرباء لو صار صاحقة رعد اي شيء من هذا القبيل القبيل او ضعف بالكهرباء هذا الجهاز يتحملها يعني هو يتعرض للعطل ولا الجهاز اللي انت شابكه عليه يخرب فهو زي بضحب حاله عشان يحمل اجهزتك الغالية فهي الشغلة مش بالكتير موجودة عندنا اتوقع يعني في عندنا ثبات بشبكات الكهرباء وهيكا مثلا بس بالعراق مثلا من شهورة كثير لبنان موجودة كثير لان نظام الكهرباء عندهم في مشاكل كثير وعرضة للانقطاعات وعرضة لل يعني الكهرباء الزايدة لانها مثلا مش منجدة عن طريق الحكومة فيها كثير اشكالات يعني بلجئوا لهذه الشغلات عشان يحموا اجهزتهم ما تخرب ما تحتري فيعني اشيء اساسي بس يعني ما في عليه اقبال الناس تستنى تتخرب جهازه وجيب غيره طيب موضوع الموبايل هاي الشغلة يعني لازم ما في مجال نحكي عنها بكثير بس يعني دائما ما تتركه في اماكن خاصة البنات يعني انا هاي الشغلة لمستها انه ممكن يلفدها اشي في محل تحط تلفون على الكاونتر وتبلش بالاشي هذا وتنسى التلفون وسلامتك والعيد فموضوع انه انه ما ينسرق الدفايس في المقام الاول هو احسن ايش انت ممكن يعني تحمل ببينات اللي في عنه تخلي الداتا انكريبتد اوكي فلو انسرق التلفون ما يقدر حدي يصله بكل سهولة ممكن تستخدم شغلات زي التراكينج بتقدم لك ايها مثلا جوجل وايفون تقدر تتبع مكان تلفونك حتى لو انه مثلا ما قدر تصل لصاحبه ممكن تشطب الملفات اللي عليه فقط عن ضريق ايميلك تدخل تعمل مثلا اريز لكل الداتا كل الانفرميشن هذا الاشي يعني بقدر يمسح لك كل ملفات حتى عن بعض يعني اول ما يتصل بالانترنت بيمسح كل اشي عنه هذا الاشي يعني لو انت ما تخسر البيانات تبعتك لو حدا يسرقها ويستغلها ضدك يعني يخسر جهازك بس ما تخسر البيانات تبعتك فهاي يعني واحدة من الاساليب ممكن واحدة يستخدمها في هذا الجانب اتوقع هيك كانت هذا اخر اشي اخر سلايد هيك نكون ان شاء الله انهينا الماتيرية الكاملة تبعت الفاينال اي استفسار اي سؤال انا الدكتور يا دكتور الله يعلم دكتور اول سؤال هو في كوز يوم السبت صحيح ان شاء الله بالسفت وير باذن الله تمام سؤال الثاني دكتما لنا مراجعة مراجعة ليش بزبطك يعني انا تحديدا في سؤال بالكوز الماضي عن البرمجة اغلبنا مش فاهمينه صراحة ومش فاهمين كيف نحل اوكي يعني انا ما عندي مشكلة انه مثلا ودوا لي مثلا اسئلة معينة بجميعكم مثلا بيوم معين وبمشي على اسئلتكم بجواب عليها كلها كل حد عنده سؤال بس انه يعني ابعثوا لي السؤال عشان اكون يعني محضر ليلو عارف ايش بالضبط الاشكالية ما نقعدش نطول على كل سؤال نحلل فيه شوي 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 حتى نفهمه فما ممكن عادي حد يطلعنا باسئلة خلال الاشي بس عشان نستغل اكبر وقد ممكن ممكن تبعثوا لي استفساراتكم وانا ان شاء الله ببصير امشي عليهم واحدة واحدة قدامكم مثلا في محاضرة الاثنين القادم او محاضرة الاربعاء القادمة ونجاوب على الاسئلة هاي اللي جاي عنده اسئلة بيجاوب له عليها ويشوف اجابات على اسئلة الناس الثانية برضو بيستفيد منها تمام واذا انت برضو فيه اشي تنبهنا عليه السيادة برضو ممكن ممكن اه ممكن متيرة للحفظ انا ما شوفش فيها منطقة المراجعة يعني دك ترجع تصرح الاشي من اول و بجديد مثلا اشياء البروغرامنج لا ممكن اه اه افضل اكثر بنا كم سؤال دكتور هاي اعين خير اعين خير وطخ عليه اي اسئلة ثانية خاص دكتور خبرنا اذا في مراجعة احنا رح نرسل لك الاسئلة ان شاء الله انا انا شوف اذا فيه توجه اذا فيه رغبة منكم يعني بحدلك يوم مثلا الاربعاء الاسبوع الجاي مثلا ومنع من مراجعة عادي ما فيه عنده مشكلة شكرا الله عافيكم اي اسئلة ثانية شباب صبايا في السؤال الكوز الماضي اللي كان عليه غلط ايش صار فيه اه صلحنا سؤالين اه فيه سؤال كان الجواب تبعه غلط صلحنا الاجابة لا ايش في صحيح وفيه سؤال كان اه اه اتوقع ولا واحد اجاباته صح رجعنا اعملنا ريقريدينج للكل اي حدا ايجاه السؤال هذا صلحنا العلامة تبعته تمام فاي حدا مثلا كان جيته علامة وراحت على اغلب كان يمجاوب السؤال غلط وما اخذ العلامة على الجواب الغلط ولما اعملنا اعادة التصليح راحت من العلامة هاي فاي حدا متر نشاك بالموضوع واكتب الكود على الكمبيلر وشغله وشوف النتيجة يعني ايش بزبط تطلع فيه اوقات تفرق بالفواصل بالاشياء من هذا القبيل بتفكر حالك انك ما اخذ الجواب الصح بس فعليا ما بيكون هذا الجواب الصح تمام 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 دكتور شوف ايميالات انا ما نرسلهم تمام ان شاء الله ان شاء الله يعني انا انا برد يعني كثير بيجيني نفس الايميل دكتور السؤالها السؤالها بكون انا اردي يعني عملنا ريغريدينج اخر مرة مفروض الكل يعني اللي اللي تأثر رجعت له علامته شفناها اه تمام تمام بعض الايميال ما برد عليها لانه انا بكون سلحت الاشي اللي بسأله عنه عشان هيك اوقات ما برد بعض الايميالات طيب اي اسئلة ثانية شباب طيب يعطيكم الف عافية يعني ان شاء الله بتكونوا استفدتم من هاي المادة وسمحوني اذا قصرت باشي وان شاء الله يعني موفقين وباذن الله يعني هتكون اموركم في المرات القادمة اه في اي مادة قادمة لقدام ان شاء الله كويسة هفوا استفدتم من المادة اسستكم الاشياء هتيجي لقدام صار عنكم فكرة ولو بسيطة عن بعض المواضيع راح تخذوها لقدام حسب كل واحد تخصصه موفقين ان شاء الله وباذن الله اذا في مراجح اشوفكم المرة الاخيرة والفاينال ان شاء الله هاكون موجود عشان يعني يدعينكم اسئلة واستفسارات اعطيكم العافية ان شاء الله نشوفكم في الفاينال الله عافية شكرا لك دكتور اعطيك العافية شكرا لك اعطيك العاطي اعطيك العاية